انجازات متوصلة في البنية التحتية تتميز بها مدينة مأرب دون غيرها ما جعلها المدينة الأكثر حضوراً لرمزية الدولة بكل قطاعاتها ومنها القطاع الصحي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة تقرير لمكتب الصحة بمأرب كشف عن تقديم أربعة ملايين وخمسمائة ألف خدمة طبية ورعاية صحية في جميع المستشفيات باستثناء مستشفى الهيئة والمستشفى العسكري خلال العام 2020 وبمعدل ارتفاع بلغ 15% عن العام 2019 المخاطر الصحية التي قد تهدد أكثر من 2 مليون نازح تم تجهيز أكثر من مائة مرفق صحي في مختلف مناطق المدينة للتعامل معها وهو رقم قياسي مقارنة بعدد المرافق الصحية التي كانت في السابق ورغم القصف والدمار الذي يطال المستشفيات والمرافق الصحية إلا أن العاملين في القطاع الصحي يعملون بكل طاقتهم للحفاظ على أرواح المواطنين وبحسب تقرير مكتب الصحة فقد تعرضت 12 منشأة طبية للقصف بمختلف أنواع الصواريخ وبشكل ممنهج ومتعمد من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية الاستهداف المتعمد دمر ثلاثة مستشفيات بشكل كلي بحسب تقرير ورغم ذلك فهناك ارتقاء وتحسين مستمر في الأداء وتوفير الرعاية الصحية والخدمات الطبية في المحافظة حيث بدلت السلطات المحلية جهودا في تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي من خلال استحداث أقسام جديدة في أغلب المستشفيات وإضافات نوعية وتحديثات طبية تخصصية كوادر طبية كبيرة استدعتها السلطات في مأرب كجزء من دورها في توفير الخدمات الأساسية للمواطن وأقد دعت دراسة بريطانية صادرة عن مجموعة أكسفورد للأبحاث للاستفادة من تجربة السلطات في مأرب بما يتعلق في ترسيخ الأمن وتوفير الخدمات الأساسية وخلق بيئة مواتية للنمو الأمر الذي أوجد ملاذا آمنا لنازحين وفرص عمل للشباب